نهلت المخدرات من العراق وباتت التهديد الأبرز له حتى بات انتشارها في البلاد أسرع من جهود السيطرة عليها بسبب استشراء الفساد وانفلات الحدود ولسيما أن نسبة الإدمان عليها بين الشباب بلغت نحو 50% وفق لمجلس القضاء الأعلى اتلاف نحو 6 أطنان من المخدرات عملية اعتبرتها الجهات الحكومية إنجازا تاريخيا وهو ما يدل على حجم المصاعب التي تعيق مكافحتها وملاحقة تجارها ومروجيها أو حتى استيعاب مراكز العلاج المحدودة لمتعاطيها تقرر اتلاف الكميات التالية من المواد المخدرة التي تم لبطها من قبل قواتنا الأمنية البطلة في المنافذ الحدودية وفي مواقع مختلفة من العراق المواد المضبوطة والتي سوف تتلى في اليوم هي 500 كيلو من المواد المخدرة وزير الصحة الحالي صالح الحسناوي الذي كان أحد المشرفين على عملية اتلاف أطنان المخدرات تجنب الإفصاح عن وجهة الحدود والأماكن التي دخلت منها المخدرات إلى العراق فيما استدرك قائلا بأن منظومة تجارة المخدرات في العراق باتت جزءا من منظومة الفساد وبأنها لا تقل خطورة عما سماه الأرهاب بعد الزياد معدلات السهلاكية على الصعيد المحلي وكالة فرانس بريس نقلت عن مسؤولين حكوميين وقضائيين كانوا حاضرين في عملية اتلاف المخدرات تأكيدهم أن غالبية هذه المواد المخدرة جاءت من إيران فضلا عن لبنان وسوريا عن طريق التهريب عمليات الفساد الموجودة في المنافذ الحدودية فيما وصفت الوكالة العراق بأنه أصبح ممرا ضخما لتهريب المخدرات ومن بينها الأخطر في العالم الأول هو الكريستال بحسب الأمم المتحدة التي حذرت من وجود مؤشرات بشأن إمكانية تصنيعه داخل البلاد ولعل الدعوات لإجراء فحص تعاطي المخدرات للموظفين وطلبة المدارس والمتقدمين للتعيين في وزارتين الداخلية والدفاع يكشف حقيقة آفة باتت تنخر بجسد العراق